دول الجوار السوري برمتها أعلنت عن وجود إصابات بمرض كورونا وبقيت دمشق لم تعلن حتى اللحظة مع إعلان وزير الصحة التركي بالأمس عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا باتت سوريا الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي لم تكشف حتى اللحظة عن وجود حالات مصابة أو مشتبه بها في البلاد على الرغم من أن دمشق لم توقف رحلاتها الجوية والبرية مع طهران أكثر البلدان إصابة بالمرض وأكثرها ناقلة له في دول محيط خاصة لبنان والعراق والخليج على طول الجغرافيا السورية التي يسيطر عليها النظام ينتشر آلاف المقاتلين التابعين الميليشيات الإيرانية المرتبطين بنظام طهران القادمين والمغادرين عبر الأراضي العراقية ورغم كل تلك العلاقات ما يزال نظام الأسد ينكر وجود فيروس كورونا في البلاد بلاد حكمها المستبد واستقدم إلى ترابها الغرباء والمحتلين وتكاد تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة ويعتبر نظام الرعاية الطبية فيها متأخرا كثيرا كيف يمكن له أن يواجه مسألة انتشار وباء مثل كورونا وعلى الجانب الآخر من البلاد مساحات مدمرة وأراض أحرقت بفعل طائرات النظام والروس والتي قضت على البنى التحتية واستهدفت معظم المستشفيات فما الإجراءات التي يتم اتباعها لمنع وصول المرض وكيف يمكن الوقوف أمام سحفه الذي طال بلدانا تعتبر على قمة هرم الدول المتقدمة في العالم وبين كل تلك التساؤلات يبدو أن المرض أصبح واقعا في العالم وعلى الجميع أخذوا الاحتياطات الكفيلة بالحد من انتشاره فسوريا ليس باستطاعة شعبها تحمل أزمة جديدة بعد كل تلك السنوات هكذا يقول واقع الحال أما المؤيدون المستبد فما زالوا على خطابهم الأول سوريا الله حامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة